اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأنني قلت بالتخديم في قداية الأمر إنه من النادرة أن تتجمعون أربعة كمسوية إلا في الغناء أو على خشبة المسرح لكن البغدادية قدرت اليوم تكون مع ثلاثة من أعباد فرقة نحن 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 سبب غياب للشخص الرابع اللي هو آرت والله آرت جويانة أول فترة كان موجود ويانة هنا في السويد ولكن صار عنده ظرف طارق عائلي في هولندا فاضطر يروح إلى هولندا لأن أخوتهم سفر فأحتاج أشوفهم قبل أن يسافرون كل هذا يعني اليوم ما موجود ويانة أوكي إذن يانا اليوم حسن وأخلط وشام؟ أعضاء فرقة تيوتين أريد فشي تعريفي فشي بالبداية عن كل شخص اللي ما يعرف عنكم الجمهور مثل ما تول حسن بدأ البداية خليكم الحسن من الموضوع أول شي يعني نحن فرقة عراقية شو أنا أقول لك توصل صوتها للعالم العربي لأنه كانت بدايتنا وطموحنا أنه نوصل صوت الشاب العراقي الطموح واللي عنده حلم يريدي حقق لكل وطن العربي والعالم فبداية بدايتنا كانت بلندن أول ما أكيد بالعراق يعني هذا شي لك بالعراق تكوين الفرقة وبداية الفرقة كلها بالعراق إلى حد بعض الحرب وقمنا نفكر أنه نسافر حتى لأنه تدري ظروف العراق للأسف يعني ما كانت تسمح لأي فنان أنه يكون متواجد بالساحة العراقية فطرنا أنه نسافر يعني بسبب غنائنا باللغة الإنجليزية ببدايتنا كانت عندنا باب فتحتنا أنه نروح لإنجلترا ورحنا وسجل مجموعة من الأغاني ضلينا تقريبا سنة هناك تمررنا بها درسنا موسيقى وسجلنا أول أغنية اللي هي أول فيديو كليب نزلنا بتاريخنا اللغة الإنجليزية التي تتحدث عن السلام وتتحدث عن الأمل بعراق جديد وطن للكل إن شاء الله فهاي كانت أول أغنية اسمها Wild Weekend حلو موسيقى من طفولتي عندي حب للفن وأخلت لأن أمبليناتنا صلت قرابة يعني كانت معلومة جيدة شين صلت القرابة؟ أنا أولاد عم وساكني حتى أولاد لا أولاد جديدة نحن أيضا ساكنينا أنا ساكني شارع فلسطين نعم وشون نقول لك الشغلات اللي تذكأ أيام حلوة أيام طفولتني كانت عندنا هواي شغلات يعني محاولات موسيقية تقدر تقول لحد ما بدينا الفرقة بأم آن كان عمري 18 سنة يعني حلو بدينا الفرقة وأول يعني فتحت بواننا أنه ينحقق فتحلم اللي كثير من الناس الشباب اللي بعمرنا كانوا يتخيلون يعني أنه مستحيل اللي إذا نفكر به مستحيل اللي رحنا نوصل له فكرتكم جريئة وضب ضبط يعني وكثير يعني ذات تسأل كثير من الناس وحتى الموسيقين العراقيين يعني هي لسبب الظروف العراقي بذاك الوقت كانت صعبة أنه هو الإنسان يعني يوصل بس الحمدلله إحنا أسرارنا وطموحنا وتعبنا يعني خلص حطينا هدف قفلنا لازم نسوي أكيد أكيد والحمدلله أكيد هذا يرادتك في كل عراقي أنه يداما أنه يعني تحت الضغطة أكيد يعني يوصل حتى يحقق هدفك هي هاي الجزء من رسالتنا يعني إنه ما تكون ظروفك ما تكون بس لما تخلي هدف يعني ببالك وتفكر به كل يوم شوي شوي راح تقرب للهدف وراح توصل لها إن شاء الله إذا أبدأ زيارتك بالسويد للمكان اللي فام الحقيق هوين أنا بلبنان ساكر بلبنان يعني طبيعة شغلي لأن إحنا يعني أيضا مو بس كفنانين يعني نشتغل عندنا شغلات دهنوية يعني مثلا بس كلها مرتبطة بالموسيقى يعني يعني عندي استوديو لتسجيل هسا بلبنان نعم ده أشتغل بي ودا سجل فنانين غير يعني وهاي طبيعة حياتنا وقلت لك درست كيميا بالعراق اختصاص مختلف يعني بس الفن أخذنا يعني ورما خلصت الجامعة تخيلت أنه ما تخيلت راح تجينا فرصة بالفن مثل اللي إجتنا أنه نسافر ونوصل صوت العراق جميل أنه نشاهد يعني بصراحة أنه أنه تحصيل علمي بواصل إلى دلزة عالية ممتازة ولكن هناك اتجاهات أخرى الموهبة تتطور وصير هواية أكثر وأوسع وتكون هي الاختصاص الحقيقي خليني أنه أرجع على أساس UTN1 رغم أنه ستتكنولوجيا الحديثة والفيسبوك والإيميل والبريد الإلكتروني وكوشيك وحديث ممكن أن تتصل بأيش خاصة بضغطة زر لكن تأسيس الفرقة وتشكيل الفرقة صارت الطريقة بداية وقديمة جدا عن طريق رسالة عادية أريد أعرف شنو قصة هذه الرسالة أرى لما بدأنا الفرقة كنا لذنين بوقتها أنا وزميلي آرت يعني بدأنا نسجل أغاني نبثة بلئذاعة بي أو واي بوقتها لما ندخلنا سنة 2000 قلنا أنه وطالع بوقتها الفرق الأجنبية الإذاعات الأف أم والراديو كنا لش أنه أضوان أو ثلاثة عضاء إضافيين للفرقة تكتمل الجروب الهارموني خاصة الموسيقى مالتنا متكون من غناء طبقات مختلفة نعم في الثاني بالإذاعة في الدعاية إنه نطلب أنا وأرد نطلب أعضاء آخرين يعني سأقول العما هم لحدنا فلما كتبنا هذا الشيء بالدعاية بالدعاية من السماعة بصدفة حسن سماعة وهاي كان الرسالة هي الرسالة المشهورة أنه أنا بحياتي مكاتب رسالة بحياتي ولا رايح أصلاً ما أعرف شون أدز رسالة بس رسالة الحبي ولا حتى رسالة بس أنه جت أتذكر أنه هاي كانت أول سنة يعني هاي نهاية تسعة وتسعين نهاية تسعة وتسعين كانت حسد أفوت للجامعة نهاية وطلعت من كتبت الصندوق البريد اللي حطوه بالإعلان على الأوراق اللي عدي بالجامعة وطلعت من الصف رحت رأساً على صندوق سألت قلت له ما شون بريد بالبريد يعني أصلاً فكرة بعيدة عنك حتى ما تعرف شون ما أعرف شون أدز الرسالة وسبحان الله يمكن هاي أبسط شيء أبسط صدفة غيرت حياتنا كلنا يعني لما هاي الرسالة دازهان يمكن في ذاك الفترة ما كان التقيني وصارت UTN1 من وراء هاي الرسالة خابرني آرت بوقتها وسوينا اللقاء صديقنا أحمد الصالحي اللي هو كان عنده محل تسجيلات بغداد بالعظمية فالتقيني هناك كان أول لقاء لنا ووراها ما كان من أول يوم إحسنا أننا قاربين بعض عن نفس الأفكار حسنا تعرف تأخرنا على آرت أمينا آرت تبقنا وياه بوقت وتأخرنا على يعني مثل ما تأخرت اليوم عنها طبعا نتررناهم اليوم ساعتي ومعروف أنه بالسويد الموعد ومعروف أنه بالسويد الموعد فقط الإنجليز سويدين نعم سويدين جاي من لبنان ماذا تفعل؟ هميني هميني أنت الحياة ما صدقات عياني أحلى الأحبار هميني هميني أنت الحياة ما صدقات عياني أحلى الأحبار لو كل شخص من عندكم مكان فنان ماذا سيكون؟ هل سيشوف الطريقي مجال العلم واختصاصة خليه بدي بشانت دائما كنت شانت عضو بالفرطة يعني أنه بما أنه خريج كلت زراعة بس ما يعني أكون غير موابي أجوز غير موابي أجوز هذا الموضوع اعتركت بعد ما صارت لا، بعد الفرقة أخذتني بعيد من وراءة الرسالة من وراءة الرسالة من وراءة الرسالة ما جاوب يا حسن؟ أخلت، لو لم تكنت بالفرقة ماذا سيكون أخلت؟ لأنني عايش في السويس لأنني عايش في السويس لأنني عايش في السويس أكيد لأنني شفتني مجال معين ونعملنا به كموظف أو كتجارة يعني أنت مرتاح بها بس بس نفس الوقت بس نفس الوقت بس نفس الوقت بس نفس الوقت اشتغلت بالموسيقى يعني على القدرة اللي أنا أقدر علي يمكن كان أنه لقيتني في الطريق معين يعني حتى بالموسيقى وبالفن أحبها يعني شغلها أحبها ويعني واحد ما يقدر يتنبأ بهذا الشي يعني يعني بس إحنا حاليا UTN1 قسمتك بالفرقة محسن؟ والله أنا بصراحة يعني درست الكيمية وللأسف يعني ما أريد أقولها بس أنه يعني أحس أنه يعني يعني هاي سنوات اللي درست بها كيمية هي صحيح فادتني علمياً بس أنا لو يرجع الزمن ما أدرس كيمية أدرس شيء لأنني من طفل أحب الموسيقى وأعرف يعني أحس نفسي أنه راح أسوي شيء بالموسيقى فكان درست أي شيء يعني شوانا قلتنا قريب على الموسيقى اللي هي مثلاً أخراج حتى دراستنا نحن أنا عندي درست معهد موسيقى نحن ندرس كلية أكاديمية يعني أخذ شهادة باكالوريوس أو موجستير بالموسيقى فبس شوف للأسف نحن بالعراق يعني الأهل قليل يشجعون أولادهم أنه يدرسون يدرسون الاقتصاص يعني لو أقول الوالدي الله يرحمه قايلة بوكت هارد أدرس موسيقى أنا أنا أعرف أن كمجتمع عراقي أحيانا الأهل يعرضون مثلاً إذا أصبح رياضة أو أصبح أنا قلت بالإهداء عمالتكم مع الألبوم أنه قالوا أن والدي هدتني أول عالم موسيقية أنا صغير صحيح والدي كان لها دورة كبير أنه أحب الموسيقى أول آلة كيبورد أو بيانو أول قيتار لها دورة كبير أنه تشجعني بس أنا أقول لك كدراسة جامعية ما كانت تقدر أنه أدرس وبصراحة قلت لك ما أحد كان يتوقع أنه العراق بلد مستقر بذلك الوقت وشوانا أقول لك الشي اللي تدرسه إذا تشتغل به كان يمكن الظروف تتغير بس العراق ما كان بوقتها مستقر يعني بدرجة أنه يعني حتى إحنا خريجين الكيميا حتى نخلص ما ندري وين نحن نشتغل كل خريجين بالعراق مثل ما يقول حسن يعني يقولون أهاليتنا وبعدين يعني أوكي صرتوا فنانين أو درستوا موسيقى وبعدين ما سيحدث كانت معارضة من الأهل كل الأهل كل الأهل معارضين على هذه الشغلة أنه تصير فنانة أو نترك الشغلات التي تجلب فلوس مثلا نعم نعم الهندسة أو التجارة يعني لماذا تذهب لفن وتترك الشغلات الأساسية التي تجلب لك حياة مستقبل بس نحن بوقت حلم يعني كنا نحن بهذا اليوم حاليا يعني الخطواتكم حاليا واضحة يعني البداية ليس مثل ما وصلين الآن نظرة الأهل هل هي تغيرت أم هي بعضها نفس الشيء أو معارضة وأحيانا مثلا يقول لك إنه معارضة الأهل ليس لأنه فنان أو أنه نتجه بطريق يأمن مستقبلك بعدين لك وعائلتك إذا عرفت بدأت تحاولون تطيوم فترسالة أنه نظرتهم تغيرت عن الفن أنه الفن أوكي أكو ناس ما أخذوا وحظهم بالفن بس أكو ناس لا قدروا ويقوموا ويقوموا فهذا يمكن أن نغير نظرة أهلنا عن الموسيقى وعن الفن الذي نتجهنا به فهذا هو الذي أكدر أقول لك أنه تغيرت نظرتهم لكنهم كفن بالعكس مثلا من شنا صغار نعزف على بيانو أو جيران أبننا يعزف أو أبننا يعني أنه فرحاني بس كمهنة يعني تكون إليك مهنة تفيدك المستقبل لا بالعراق خلي المشاهدي المسمع أهاليكم فد فد الدردشة حلوة وفد أغنية حلوة وبعدين أخذكم بجولة